السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نشارك معكم الطريقة كيف نحتفظ به كيف نضيفه 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 اولا عندي المقدار الربيع المخلط قصبر ومعدنوس النصحة اللي سوف نعطيكم كيف تجيبه نقيا وغسله وبدأوا في الخدمة انا هذا خليته بات تقريبا النهار والا يومين في تلاجه طبعا الغسلته مزيان وكتغسله مرات ومرات حتى ينزل تطراب ودوك الوريقات لك حدين وكتنقياه طبعا الحال وكتحبه لو اتخدو ديك القطارة الخاص وديال النعناع اللي كتضر هكذا وقطروه بها تماما هذه عادي تساعدكم وتختصر عليكم الوقت في التنشاف انا هنا اخديت اخديت واحد الميندي الكبير وفرشت فوقه زوج فوطات باش يكونوا كايمصوا الماء وعاد سرحت الربيع اللي عندي كامل اهنا راه كتير شوية شوية رغي حيتم فرقوا بصورة باش يباليكم شوية قليل فرقتو هكذا كفوق ديك الفوطات ووزت فوقو فوطة اخرى ودابا غدين بدا نجمعو غدين بلالفو في حال هكذا باش انشفليه اذا كان يعني جو بارد غادي تخليوه هكذا يعني تنشفوه وتخليوه محطوطة غير منزل فوق البوتاجي اما من انت يكون الحال سخون فغادي تلفوه وغادي تدروه في تلاجق انا درتوه في تلاجق قطعه الصفره ديك الميكات ديال الطابلة اللي كيكونو ديال درهم ونصف لفيتو فيها حيث الكميه كبيره ودرتوه في تلاجق حتى اللغد لها اقعد بديت اقعد خرجته هانا دا باك نحله قدامكم هاو دا باحليته فكتلقاوه انشف وخدوك الورقات اللي الوسط كيكونو شوية من الدين ولكن عموما مخصوش المبدأ العام انهو خصوينشف تماما الى بغيتوه يبقى نفتتلكم ووخا هوف المجمد خصوه ما يتقطع شوه فيه خصوه ينشف تماما هذا كده باك نشف دوك البلايس الوسطانيين اللي لقيتهم شوية من الدين سوف اذا بغادي نعاود نقادوه حيث تحربق اليام اللي ينلفتوه هكذا كفديك الفوطات سوف تقدوه تعزلوه وكذلك كتعاود وكتفرزوه يعني اذا لقيتو شي ورايقة مع الماء بددت تتكحال او شي حاجه صفارت بزاف كتتزولوه اما شي حاجه اللي غير حفيفه كتخليوه منين كتكمل الفرز ديالو فكتقطعوه بالنسبة لتقطع نصيحة ديكلاشواغ غير ما تخرجوش مزيان كتخليك يتلق الماء افضل منيني نشف مزيان تقطعوه حليديكم انا معاكنت مزروبه النص قطعتوه في ديكلاشواغ والنص قطعتوه بالدية ولكن افضل افضل يكون معاكم الوقت قرضو بليد كيجي احسن احسن ما كيتلقش الماء وكيبقى الورايقات مفرزين كذلك ديكلاشواغ كتخلي العواد كتخليهم هكذا طوال فلتقطع بليد كيبقى دائما افضل افضل هنا كتديرو له شوية ديالزيت وكتاخدو العلب ديال تجميد هادو خاص بالمجمد واخدوه منيط اصلا علىو الضرباع كتحطو المقدار وهنا كنقول لكم انكم ما تدكوش يعني ما تدكسوش يعني ما تديريش او الضغطي لا خليهم هوي ومفوه باش يبقى لك محافظ على دك باش يبقى مفتت وكذلك ما يتشكلوش كوتل النصيحة الحورة اللي غنعطيكم إلا كانت عندكم الكمية كبيرة فرقوا على بواطات صغر ديروا تقريبا هاد الحجم صغر وفرقوا بزاف إلا كنتو كتخدمو به مجرد ما تجي به من الكنجلاتور ازي قياسك ارضيه ديك الساعة ما تخليش منزل فوق البوتاجي لان ديك اللي كيبقى هكذا هي فش كي يكونجلا كيرجع كي تجمد او يكي يولي لك قطع اما تاخدي قياسك بسرعة وترديه بغياء ديك الساعات ما يخسرش ليك وخاك يبقى مدة طويلة يعني هذه هي الطريقة اللي كان اعمل انا انا شخصيا كتصدق لي وراكم كتشوفوها في فيديوهات ولكن ما عرفت انا براسي كان نجرب شي حاجات كيقولوا الاخوات انها كتصدق لي وما كان انا ما كتنجحش معايا فانا هدي هي طريقتي ناجحة معايا انا اعطيتكم النصائح انه ينشف مزيان وتقرد باليد وتفرقوه في عولة بصغيرة يعني ما تدكسوش في عولة بوحدة الكمية كاملة خرجوه وخدمو بيه وردوه مباشرة ما تخليوش منزل شكرا